اهلا وسهلا بكم عزائي طلبة وطالبات التعليم الفن الصناعي قسم الزخرفة والإعلان والتنسيق النهاردة معيكم مع حلقة جديدة مخصصة لطلبة الصف الخامس نظام الخمس سنوات مع مادة تاريخ الزخرفة طبعا تكلمنا كتير ان مادة تاريخ الزخرفة من المواد المهمة جدا الشايقة جدا اللي هتفدنا من خلال المدارس الفنية اللي بيتم دراستها علشان اعرف الحقبات الفنية الحديثة والمدارس الفنية الحديثة واهم الاعمال الخاصة بالرواد بتوع الاعمال الفنية وبتوع المدارس الفنية المختلفة اللي احنا درسناها في المقرر بتاعنا وهتفدني فيه التصميمات وهتفدني فيه المشروع اللي انا بشتغل عليه فيه سنة خمسة تأهلني طبعا لمستوى تصميمي ومستوى فني عالي من خلال المعلومات الموجودة معايا في المقرر اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت كلها عن المدارس الفنية وصلنا لغاية المدرسة الرمزية طبعا المدرسة الرمزية اتكلمنا ان هي عبارة عن لازم نعرف الاول طبعا يعني ايه الرمز وقلنا ان رمز الشيء ايه اخفاه وحوله وبدله عن الحقيقة يعني انا عندي الحقيقة ابتدى ان انا احولها ابتدى ان انا اغير فيها بحيث ان انا احط رمز بيعبر عن الحقيقة وبيعبر عن الواقع دوت علشان بدل ما انا مستخدم الحقيقة بشكل مباشر كاني بعمل اصارة لي المتلقي اخليه يقعد يفكر الرمز ده بيعبر عن ايه الصورة دي بتعبر عن ايه الشكل ده بيعبر عن ايه الرسمة دي بتعبر عن ايه الكلمة دي بتعبر عني عن ايه؟ واكيد كلنا بنشوف الكلام دوت في كتير من الاعمال الفنية وكتير من الفئات والطواقف والاحزاب والحاجات الدينية في المجتمع بمتدن ان احنا نفكر طب الرمز ده هو استخدمه ليه؟ طب الكلمة دي هي بتعبر لي عن ايه؟ فالمدرسة الرمزية كانت بتهدف الى ان هي توضح لي العمل الواقعي من خلال الرمز ومن خلال الشيء اللي بيعبر عنه الرمز دوت اتكلمنا على قصائص اتكلمنا على عناصر المدرسة الرمزية في الحلقة اللي فاتت وبتدينا به العنصر اللي هو الرمز السياسي وقلنا ان العنصر الرمز السياسي بيعبر لي عن السياسة اللي هي بتتبعها الدولة او بتتبعها طائفة او فئة معينة وقلنا ان كل لون بيعبر لي عن رمزه معين او بيعبر لي عن حاجة معينة زي ما استخدمه كتير او من الفئات تستخدموا اللون الأحمر للتعبير عن دماء العمال أو الدماء أو الشهداء بشكل عهام وقلنا أن اللون الأسود بيعبر لي عن الفئات المستبدة أو غياب الفئات المستبدة عن فئة معينة. بتدين أن هم يستخدموا الألوان دي للتعبير عن رموز معينة هي خاصة بيهم. واتكلمنا عن إزاي الدول بتستخدم بعض الرموز للتعبير عن الدول زي مثلا الأعلام اللي هي موجودة كل دولة لها عالم معين. والعالم ده بيعبر لي عن الدولة أو بيوضح لي أو بيرموز لي إلى الدول دي زي مثلا علم مصري بيعبر لي عن العلم المصري أو علم دولة مصر. كل دي حاجات بتيدي أن أنا أوضحها أو بتيدي أن أنا أظهرها من خلال رمز معين للبلد. أو سواء بقى مثلا في لون سواء مثلا في رسمة سواء مثلا في لفتة سواء مثلا في شعار. سواء مثلا في علم بنا برفعه. سواء في كلمة موجودة. كل دي رموز سياسية أبتدي أننا أستخدمها. كلمنا طبعا عن المدرسة الرمزية. ابتدت أن هي تظهر لي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقلنا أن المدرسة الرومانتيكية كانت هي بداية القرن التاسع عشر. طبعا المدرسة الرومانتيكية هي المدرسة الرومانسية. بعد كده في النص كده أو في المنتصف كانت عندي المدرسة الواقعية. وفي الآخر القرن أو النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت المدرسة الرمزية. العنصر التاني اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو العنصر الرمزي الديني طالما قلت ديني انا عندي الديانات. طبعا العنصر الرمزي الديني كتير قوي من الفنون. كل نوع فن اتكلمنا عليه في سنة تالتة كنا بنتكلم على العناصر الزخروفية الخاصة بالفنون دي وكنا بنقول عندي من العناصر كده عنصر عقائدي رمزي دي دي ان انا استخدمه كعنصر زخروفي عشان اوضح الفن ده او عشان اوضح فن معين. طب بيعملوا في ايه؟ بتدي انه هو يستخدم الشعائر ويستخدم التقوص ويستخدم المعبودات ويستخدم التقوص والحاجات اللي هم بيعملوها ويستخدم الكلمات سواء مثلا زي مثلا المصحف أو سواء مثلا الأدعية والأحاديث والكلمات. كل دي عشان تعبر لي عن ديانة معينة. عشان تعبر لي مثلا عن رمز معين. كل ده بهدف التودد والتحبب للأبادة يعني أو للمعبود وكده للأبادة بتدي ان انا اوضح يعني ازاي الفئة اللي هي الدينية بتتقرب لربنا يعني وكده من خلال الدين أو من خلال العنصر الديني اللي بيتم استخدامه كعنصر رمزي فيه اللي هو العنصر الرمزي الديني طبعا الديانات هنتكلم على العنصر أو الرمز الاسلامي والرمز المسيحي والرمز اليهودي والرمز البوزي. كل دي رموز دينية بيتم استخدامها كرمز ديني بالنسبة للعمال الفنية اللي تبع المدرسة الرمزية. تعالوكوا تبصوا معايا بالنسبة للمدرسة الجزء اللي هو رموز دينية. رموز الدينية طبعا منها هنا عندي الاسلامية وعندي المسيحية وعندي اليهودية وعندي البوزية على حسب الديانات اللي هي المختلفة. طبعا هي ظواهر طبعية مرتبطة بدين معين. على حسب نوع الدين والأديان المختلفة تقوم طبعا بعرض. بتدين هي توضح لي النصوص الدينية والطقوص والعمل الفنية. طبعا كل الحاجات الخاصة بالديانة بتدين انها توضحها لي. فصورة رموز للأفكار المفروضة. زي مثلا بتدين انا اوضح الاحاديث والأدعية والقرآن. كل دي بتدين انا اوضح كل ده من خلال الكلمات. طبعا هي رموز تساعد على خلق اساطير. تعبر عن القيم الاخلاقية للمجتمع طبعا لان الاخلاق طبعا جزء من الدين. او تعاليم الدين وجعل العباد طبعا اقرب الى معبودهم. ان انا اخلي العباد اللي هم قريبين للمعبود دعهم او لربنا يعني. بتدين ان انا اوضح كل الايه الكلام ده. عندي هنا رموز الدينية الاسلامية مثلا زي المساجد طبعا لها شكل معين وليها رموز معينة. عندي مثلا الايات الكرآنية بتبقى موجودة مثلا بتدين انها اتعبر لي برضو عن الرمز الديني. عندي برضو هنا ده بالنسبة للدين الاسلامي. عندي مثلا رموز دينية مساحية. عندي مثلا زي الكنائس. زي رمز الصليب. عندي مثلا يعني مثلا زي ما كتير اول ما بنستخدم اللي هي رموز الوحدة الوطنية. نجيد مثلا الصليب جنب الهلال. برضو دي رموز بتدين انها توضح لي رمز ديني من خلال الرموز زي معايا وكده. عندي بعد كده طبعا خصائص المدرسة الرمزية. احنا قلنا ان المدرسة الرمزية بتهدف ان هي بتدور لي في اللامرعيات والاحلام. تدين ان هي توضحها لي في سورة رموز بحيث ان يفهمها الكار او يفهمها المشاهد. عندي هنا طبعا لجأ الرمزيون الى الرمز للتعبير عن الافكار والعواضف والرؤى. كل الحاجات اللي بيحسوا بيها طبعا لانها اقدر على كشف الانطبعات المرهفة الحسيس اللي هي جوه البني ادم والعالم الكامل خلف الواقع والحقيقة طبعا ويتلخص مفهوم الرمز عند الرمزيون بالنقاط التالية. طبعا دي اول حاجة في الخصائص المميزة للفن الرمزي. اول حاجة الرمز نوع من المعادل الموضوعي وهو طبعا من طبيعة خارج التراس. اي انه يشتق طبعا من الواقع الخارجي ولكنه يختلف عن ترائق التصويرية التقليدية. الترائق التصويرية التقليدية اللي هي الاساليب التصويرية القديمة زي اسلوب الكلاسيكي وزي الاسلوب التأثيري والانتباعي وكل الحاجات اللي كانوا بيستخدموها قديما في عملية التصوير. فهنا ابتدي ان انا استعيد عن الكلام ده كله بعملية الرمز. عشان اوضح الطريقة في صياغة العمل الفني. طبعا هنا في الرمز واحدة يؤدي للدلالة او يؤدي الدلالة او الشيء المرموز اليه من النشاط الزهني للمطلقي. انا عايزة اعمل اصارة للمطلقي. يبتدي ان انا اخلي زي ما قلت يفكر هو ده معمول من ايه? هو ده حطي كده ليه? الحروف دي كتبت كده ليه? الرمز ده شكله عامل كده ليه? الشكل جيه كده ازاي? الصورة بتعبر عن ايه? كل ده بعمل ان انا بخلي المطلقي يفكر بحيس ان هو اوضح له الحالة ولكن ما ابتديش ان انا اصرح بالموضوع اللي انا عرضاه. عندي هنا رقم اتنين. الرمز يوحي بالحالة ولا يصرح بها. ويصير الصورة ثم يتركها تتامل من تلقاء نفسها وذلك عن طريق الفعالية الزهنية المطلقي. زي ما بنقول الفكر اللي بيحصل من خلال الصورة اللي بيشوفها او من خلال الرمز اللي بيشوفه. ويقعد يفكر ويبتدي ان هو يبتدي ان هو يستعيد كده يبتدي يفكر بحواسه كلها في الشكل ده تعمل ازاي? يبتدي ان انا لغاية لما اكمل الصورة في زهن المطلقية او المتزوق الفني. طبعا بعد كده رقم تلاتة ووظيفة الرمز طبعا بالحالة لا التصريح بها. ان انا ما بكشفش عن الحالة او ما بكشفش عن الموضوع من خلال الرمز. انا بخلي المتلقي يعود يفكر. والكشف طبعا التدريج عن الحالة المزاجية لا الافضاء بها جملة واحدة. ان انا بخليش ان انا حطش الموضوع كده بحيث ان انا وضح لي مثلا عمل فني فيه شكل كزا. لا. اه فيه مثلا الرمز ده بيعبر عن كزا. لا. كل دوات لازم اخلي المتلقي يعود يفكر. بديد ان انا اعمل ايحاق بالحالة. وانما ما صرحش بيها بشكل ايه اه اه مرة واحدة. اه رقم اربعة الرمز وسيلة قادرة على الاشعاع الطيفي. كالاثار التشكيلية ومن خلاله طبعا يصبح القارق مشاركا للمبدع في فن. طبعا من خلال الفكر اللي بيتم اصارته بالنسبة للعمل الفني. بعد كده الرمز اكتر طبعا على التعبير عن المشاعر المبهمة والاحلام الخفية العميقة وترجمة السر الخفي في النفس الانسانية التي لا تستطيع اللغة العادية التعبير عنها. كما يستطيع الرمز طبعا فيه حاجات كتيرة جدة بتيدي ان احنا بنوضحها من خلال الرموز. بتيدي ان احنا نزهرها من خلال الرموز بعيدا عن ان انا اوضحها جملة واحدة. بعيدا عن ان انا اصرح بيها. وانما بعمل زي ما قلت كده ان احنا بنعمل اصارة للمتلقى بحيث ما يقعد يفكر في الموضوع لغاية لما يوصل الموضوع طب يعبر عن ايه. الموضوع ده بيهدف لايه. اللون ده بمحطوط كده ليه او موضوع كده ليه في اللوحة بتاعتي او في العمل الفني بتاعي. فالرمز اقدر على ان هو يوضح لي العواطف والاحاسيس والمخاعر في العمل الفني من خلال الرمز اللي انا بحطه في العمل الفني. ده كده بالنسبة للمدرسة الرمزية اللي هي بتخفيلي الواقع من خلال الرمز اللي بتظهره ليه المتلقي. وطبعا نعرف ان عناصر المدرسة الرمزية عندي عنصرين اساسيين اللي هو العنصر السياسي والعنصر الديني. وقلنا العنصر السياسي بيتكلم على ايه والعنصر الديني بيهدف لايه? او توضيح الجانب الديني بالنسبة للديانات المختلفة والعنصر السياسي بيهدف لتوضيح الجانب السياسي بالنسبة للدول والفئات والشعوب المختلفة سواء نازية سواء شعوعية سواء فوضوية. طبعا الأجزاء اللي هي السياسية بتهدف الجانب اللي هو الاشتراق الوطني الفئة المختلفة السياسية أو الأحزاب المختلفة كل ده بتوضحه المدرسة الرمزية من خلال الرموز اللي بيتم استخدامها في صياغة الأعمال الفنية. عندي بعد كده هنتكلم دلوقتي على المدرسة الدادية. المدرسة الدادية كانت رضي فعل للحرب العالمية الأولى عارفين طبعا الحرب العالمية الأولى كانت من سنة 1914 واربعتاشر. بدأت 1914 وكانت ببتدي النهية طبعا كانت رضي فعل أو كانت بتوضح لي أو كانت بتهدف إلى إدخال المكينة أو إدخال العنصر الميكاني في الصناعات وفي الأعمال المختلفة وطبعا كانت حرب بما بين كل الدول كل ده كانت المدرسة الدادية كانت رضي فعل للكلام ده كانت عبارة عن تمرد على الفن. أي فن كان موجود في الوقت دوت كانت المدرسة الدادية بتهدف إلى إن هي تتمرد على الفن. بيقولك إن هي معالجة الفن بالفن. كانوا بيعتبروا. أنا عندي مثلا أعمال فنية معينة. عايز أعمل لها معالجة فن بالفن. هم كانوا بيعتقدوا إن اللي هم بيعملوا ده فن. حتى لو كان تشويه. حتى لو كان تمرد. حتى لو كان تغيير في الحقيقة اللي موجودة. حتى لو كان عندي عمل فني موجود بشكله الكويس. تدي إن أنا أعمل تغيير عليه. فكانت هم بيعتبروا إن هو ده فن. فكانت طبعا مدارس طبعا كل طالب فيكو. هيحس إن هو بيميل لمدرسة فنية معينة. بيعجبوا شغلها. بيعجبوا سمات بتاعتها. بيعجبوا خصائصها. بيعجبوا البواد بتوعهم وشغلهم وشكل المدرسة والمنحك اللي مشت عليه المدرسة. المدرسة الدادية من المدارس الغريبة الحقيقة لأنها يعني فيها تمرد فيها بعض شوي عن الجانب الجميل اللي احنا تعودنا عليه. ففيها تغيير كتير في الواقع والعمال الفنية اللي موجودة. في كتير قوي من الأسليب اللي هي سبقت المدرسة الدادية. طبعا تعالوا كده بصوا معي. فيه المدرسة الدادية. الصورة اللي هي موجودة معي دي عبارة عن نموذج بيوضح المدرسة الدادية طبعا يعني بشكله دوت بتفاصيله كلها. طبعا احنا هنا في دي صورة من الصور اللي ما كابليش اي تفاصيل عليها. وقد بس ان انا اعرف انها تبع المدرسة الدادية مش اكتر. عندي بعد كده المدرسة الدادية طبعا يعني هي دادية دادائية دادوية دادايزم. طبعا اسمعناها بالانجليزي اللي هي الدادايزم. كل دي مسميات للمدرسة الدادية او لحركة جريئة وخالدة باقية بقاء الفن والادب في حياة البشر. احنا عارفين ان المدرسة الفنية كلها كانت مدارس بتتناول ايه الفنون المختلفة سواء فنون فكرية سواء فنون تشكلية اللي احنا طبعا بندرسها واللي احنا بنتناولها في المقرر بتاعنا. كل ده كل المدارس دي بتتناول الاجزاء الفنية المختلفة اللي هي الفنون السبعة اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده كتير سواء فنون تشكلية باشكالها الاربعة اللي هي نحت وعمارة وتصوير ورسم وزخرفة. وعندي طبعا الفنون البصرية والفنون الفكرية زي الادب والشار والمصرح والغناء والموسيقى. كل دي فنون موجودة معانا طبعا بس احنا مش هي محل الدراسة بتاعتنا. فالمدرسة الادادية زيها زي كل الفنون طبعا كانت مدرسة عبارة عن بتهدف الى التمرد وبتهدف الى تغيير في الاساسيات اللي موجودة معانا سواء في الفكر او الادب او الفنون المختلفة. مسمها ايه اللي هي ده يزم ددائية ددوية. كل دي مسميات لها. طب جات التسمية منين؟ جات التسمية من طبعا كل مدرسة بنقول التسمية بتاعتها جات من ايه؟ تسمية بتاعت المدرسة الدادية جات ان هو في فنان من الفنانين فتح القموس فشاف كلمة دادا في القموس. فجات من خلالها اللي هي الدادايزم او الدادائية في بالنسبة للمدرسة الدادية. طيب بصوا كده معي طبعا حرقة قادة فعالياتها طبعا الشاعر الروماني تريستان تازار. طبعا ده كده هو الفنان او الشاعر الروماني اللي هو قادة المدرسة الدادية. عام الف تمنمية ستة وتسعين لالف تسعمية تلاتة وستين. طبعا في سويسرة احتجاجا على الحرب العالمية الاولى لانهما كانت كل ده كانت تمرد على الحرب العالمية الاولى. طبعا تميزت هذه الحركة عن غيرها من المدارس الفنية والادبية. المدارس الفنية والادبية المختلفة اللي احنا درسناها او اللي لسه هنتكلم عليها بتخلص من قيود المنطق المعتادة والعلاقات السلبية في التفكير والتعبير. وكانت طبعا مهمتها التخلص من كل ما يعقل حرية ويجبح جمهة تلقائية في التعبير والابداع الفني. يعني كله تمرد على العمال الفنية وعن التفكير وعن العلاقات العادية اللي احنا بتعودنا عليها. كل ده كان تمرد عليها بحيث ان انا ما عملش ان انا زي كبح للمنطق ده. بطيدي ان انا بغير في كل ده. بطيدي ان انا يبقى فيه عندي حرية في الفكر. حرية في السياغة. حرية في التشكيل. كل ده كان تبع المدرسة الادبية. وكله كان ناتج اللي هو التمرد او الاحتجاج على الحرب العالمية الاولى. معنى ده ده هنا. ده ده هنا معناها لو انتم كده بصيتوا معايا. ده ده بالانجليزية طبعا حركة فنية ثقافية. انطلقت فنية ثقافية. انا عندي الفنية طبعا احنا عارفنا لشنون بتاعتنا. الثقافية الجزء اللي هي الخاصة زي الفنون الفكرية او الجانب الثقافي في المجالات المختلفة. طبعا انطلقت من زيوريخ في سويسرا كنوع من معادات الحرب العالمية الاولى بعيدا عن المجال السياسي. وانما من خلال محاربة الفن. انا كده انا ولكن كانت اللي هي التمرد على من خلال محاربة الفن السائد. وتسمى ايضا طبعا الددائية. وهي اثرت على كل ما له علاقة بالفنون البصرية. فنون البصرية زي عندي الادب والشعر والفن الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي. نظريات الفن والمسرح والتصميم. لو احنا بصينا على الانواع دي كلها طبعا تبع او هنلاقيهم تبع الفنون السبعة اللي احنا بنتكلم عليها باستمرار. اللي احنا نستذكرونهم دلوقتي الادب والشعر والمسرح والغناء والموسيقى والفنون التشكيلية الاربعة اللي احنا بنتكلم عليهم باستمرار. طبعا تبنت شعار لا للفن. يعني كل كان هدفها ان لا للفن او معالجة الفن بالفن. كانت سياستها محاربة الفن بالفن او معالجة الفن بالفن. حيث كل ما كان يعتبر فنا تصنع عكسه. يعني انا عندي الفنون القزيمة كلها لازم اعمل عكسها. لازم اغير فيها. فكل ده كان تابع المدرسة الدادية. طبعا بالفرنسية معناها الحصان الخشبي. وهذا المصطلح لا يحمل اي صلة او تربط بينه وبين مسمى الحركة واتجاهها الفني. ده كان تغيير او كان عدم تعبير عن المدرسة الدادية. اللي هو المصطلح اللي معناه الحصان الخشبي. المصطلح الاساسي هو محاربة الفن بالفن. ان هو لا للفن. كل ده كانت الاساس بتاع المدرسة الدادية. طب النشأة. النشأة طبعا كانت ظهرت عام 1917. احنا قلنا الحرب العالمية الاولى كانت 1914. قرد فعلي لمقاس الحرب العالمية الاولى. وكان معظم روادها طبعا من الشباب. لان الشباب بيبقوا اكثر احتجاجا على الحاجات السياسية وعلى التقاليد السياسية اللي موجودة في الفترات المختلفة. طبعا كان معظم روادها من الشباب. كما ان جاء اسمها عفويا عندما فتح احدهم القموس صدفة. فجاءت يدو على كلمة دادا صدفة فسميت بالدادية. زي ما قلنا ان هو فيه شخص فتح. طبعا احنا كل مدرسة لازم نقول هي اتسمت باسمها ده ليه. فهي دي من المدرس الغريبة. اتسمت باسمها جده عشان فيه شخص او فيه فنان مسج القموس فشاف الكلمة دي في القموس. فبدأ ان هو يطلق عليها الايه. فهي احدى طبعا الحركات الفنية التي ظهرت في سنة الحرب العالمية الاولى عام 1915 في مدينة زيوريخ في المانيا. قرد فعل الحرب نفسها. واستمرت الى عام 1924. هي ما عديدش كتير طبعا من 1917 ل1924. فلسفة المدرسة الدادية. اول حاجة الانتعاض من الحضارة. الانتعاض من الحضارة الحديثة اللي هو الغضب من الحضارة الحديثة. والضمار والموت. ان انا يعني كان فيه غضب شديد من الفنانين دول. من الحاجات اللي حصلة او نتيجة الحرب اللي كانت حصلة في الفترة دي. او اللي حصلت في العالم كله. الذي سادة العالم في الحرب العالمية الاولى. ما بين الدول كلها وبعضيها البعض. فحاولت دديون التعبير عن استياءهم من كل ذلك. طبعا هم كانوا عايزين يعبروا او ان هم يرفضوا ويتمرضوا عن كل الحاجات اللي كانت موجودة في الفترات ديت. طبعا بعد كده طبعا لكن ذلك التعبير كان بطريقة سلبية طبعا لان اعمالهم الفنية يعني فيه فيه ناس هتحبها فيه ناس هترفضها يعني فيه فئات او فيه فنانين هيقولوا ايه كانوا بيعملوه ده يعني ايه التغيير ده يعني زي مثلا احد الفنانين عمل او غير في لوحة الموناليزة وحطي الحشارب علشان يغير فيها. اعتقادا ان الكلام دوت يعني بيديها شيء من الفن او بيديها تغيير جديد على العمل الفني بتاع الموناليزة. فكل ده كان الداديين كانوا بيعبروا عن استياءهم بيعبروا عن تمردهم بالحاجات الغريبة. هتلاقوا فيه ناس بترفض الكلام ده وفيه ناس بتأيد الكلام ده. والاغلبية هتلاقوا بيرفضوا الكلام ده لذلك المدرسة دي ما استمرتش كتير. يعني من الف تسعمائة وسبعة عشر الف تسعمائة وربعة وعشرين. فهي ما استمرتش كتير في الاتجاه اللي هي كانت شغالة فيه. بصوا كده معايا الجزء اللي بعد كده طبعا ان رواد المدرسة دي طبعا لا يرون معنا لا شيء. تأكيدا الفراغ اللي زي يعيشونا. طبعا الفراغ اللي حصل في الفترة اللي هي بتاعة الحرب العالمية الاولى. كان الفراغ دوت اللي بيعيشوه بشكل عبسي وفوضوي يهدف الى تدمير الثقافة البرجوازية. الثقافة البرجوازية احنا عارفين طبعا كلمة برجوازية اللي هم اصحاب الحرف واللي هم اصحاب رؤوس الاموال والملاة. كل ده كانت بتهدف الى اصحاء تدمير الثقافة البرجوازية اللي هم الفئات او الثقافة اللي هي بتاعة وجود الاموال او وجود اصحاب الاموال ويوجود المكينة في الصناعات المختلفة كل ده كانوا عايزين يدمروه أو عايزين أن هم يتخلوا عنه من خلال رسم لوحات غريبة فاضحة ومتنقضة مع الزوء السائد طبعا ومزالت يعني الزوء السائد ده المدرسة الإلدادية بتخلفوا في الأعمال الفنية بتاعتها أو الأعمال اللي هم بيسموها أعمال فنية والتي طبعا مهدت بعد كده لظهور المدرسة السريالية كأعمال فنية بعد كده أشهر فناني المدرسة الإلدادية أشهر فناني المدرسة الإلدادية طبعا عندي مارستال دي شون حامل القواريح نعرف الأسامي دي مجرد أسامي بس فرانسيس بيكابية اللي هي قمة الألم أوتوديكس لعاب الأوراق حتى يقول لي لعاب الأوراق دي كانت احنا تكلمنا أو ذكرنا كلمة لعاب الأوراق في المقرر كلوحة فنية اللوحة دي كانت تبع المدرسة اللي هي الوحشية أميدو وديلياني لما تكلمنا على اللوحات بتاعطه بتاعت لعاب الأوراق وقلنا أن عمل خمس لوحات فنية بتتكلم على لعاب الأوراق وقلنا فبتدن نفسر اللوحات الفنية دي عبارة عن إيه وتكلمنا على الخمسة كلهم بتفصيل بالنسبة للأشخاص اللي موجودين في اللوحات الفنية بتاعت لعاب الأوراق عندي الرائد الرابع اللي هو روبرت روبرت جروغنبوغ اللي هو العقار بعد كده شورش كروز اللي هو حفل عائلي وبعد كده حانس ريشتر اللي هي السمفونية المحورية ونعرفه مجرد أسامي بس بالنسبة للواد المدرسة الدادية أول فنان معنا اللي هو الفنان مارسيل دي شامب فنان مارسيل دي شامب طبعا عاد ابتقار الفن التشكيلي ومزج العلم بالفن فسخر من الموروث الفني زيه زي كل الفنان الدادية فمثلا عندي لوحة الموناليزة اللي احنا اكلمنا عليها ابتدأ ان هو يشوها خالص اللي تحولها الفنان دي شامب الى امرأة بشارب قاصدا بذلك تشويه الجمال طبعا لوحة الموناليزة اللي عملها بشارب دي كانت سنة 1919 طبعا هي هي اللوحة زيه ابتدأ ان هو يغير في شكلها هو ظنن منه ان هو كده بيعمل جمال ولكنه هو بيشوه الجمال اللي هو مارسيل دي شامب ده في اللوحة دي طبعا من اللوحات المشهورة جدا ولازم ندخل بالنا كويس قوي وارج جدا تجيني بشكلها كده ويقول لي طبع اي مدرسة من خلال الشارب مثلا بتدين هو يوضح حالي بعيدا طبعا عن الفنان ليوناردو ده فنش طيب بعد كده استخدم طبعا مارسيل دي شامب اللي هي قصصات ورق الجرائد زيه زيه فنان التكعبية بالضبط طبعا واعاد لسقاها في لوحات حديدة بتدى ان هو يغير اللوحات بغرض خلق حقائق جديدة تهدف الى وعي العامة براض الفن بمضمونه الجميل له يصبح عادي من عمل اسلوب الكولاج عشان يشوه به الفن بتدى ان هو يجيب القصصات دي سواء وراء الجرائد سواء الطوابع سواء اللي هي لعبه الكرة سواء مثلا الفنانين الموثلين الاشكال المخندسية المختلفة ابتدى ان هو يلزقها بشكل معين او يعمل قصصات كده زي الكولاج بالضبط بهدف ان هو بيعمل فن ولكنه برضو بيشوه مشكال الفنون المختلفة او بيعمل مثلا فن هو خاص به احتقانا ان هو ده فن او معالجة الفن بالفن مميزات وخصائص المدرسة الدادية مميزات وخصائص المدرسة الدادية عندي طبعا تعتمد في انجازاتها الفنية على النفايات وقصصات الجرائد والورق وبعض الاشياء الجهزة اللي تكلمنا عليها اللي هي الخاصة بالمدرسة الدادية زي مرسل دي شاندوم استخدمها بالضبط طبعا تهدف الى استخرية من الفن ومهاجمة القيم وتخريب الجمال ان هي طبعا ده كان الاساس بتاعها هو تخريب وتشوي الجمال في صورة هم بيعتقدوا ان هو دوت الفن بتاعهم طبعا هي حرقة فنية عزيمة عشوائية جاءت لتناقض الفن وشعارها كل شيء لا يساوي شيء زي معالجة الفن بالفن كل شيء لا يساوي شيء اطلق عليها اسم ضد الفن لانها تعرض كل ما هو قبيح وغريب وعابس وغير معقول هي كانت تمرد على الواقع بشكل عين كانت بتظهر لي ما هو عكس الواقع ما هو عكس الفن التقليدي الكلاسيكي اللي تعودنا عليها وتعودنا نشوف الحفن نشوف الحاجات الجميلة لا هي تعودت على عكس كل ما هو جميل وكل ما هو سائد ومتاح بالنسبة للمتزوق انتشرت طبعا بسرعة مذهلة بسبب طبيعتها المتمردة على كل ما هو معقول ومنطقة في الفترة اللي احنا قلنا عليها من 1917 ل1924 جمال اللوحة الدادية يتمثل فيه العباسية والفوضى المستمدة من مبدأ معادات الفن زي ما قلنا تمرد على الفن واختراق حدود المعقول في توظيف وسائل التعبير الفني التشكيلي لانها كانت بتغير من الفن التشكيلي بتاعنا بتغيره عن شكله النهائي بتاعه الخروج عن نطاق القيم والمصل الجهزة والقواعد الأكاديمية ونظم الكلاسيكية اللي احنا قلنا عليها ان انا بعمل تغيير في النظم الكلاسيكية الفنية اللي المتزوق الفني متعود ان هو يشوفها واعطت مفهوم جديد للفن لم يكن معهودا من قبل بحيث ان هو زي ما بنقول لا للفن ان لا شيء لا يساوي اي شيء كان دوت المبدأ السايد بتاعها بالنسبة للمدرسة الدادية وطبعا دي لوحات بتوضح العباسية والفوضى في الحركة الدادية احنا قلنا ان الحركة الدادية بتوضح كل ما هو غريب كل ما هو فوضوي كل ما هو عبسي كل ما هو غير تقليدي كل ما هو متمرد على انواع الفنون المختلفة كانت بتوضحه المدرسة الدادية وده كان اللي بيميزها في الفترات اللي احنا قلنا عليها طبعا بصوا كده معي لوحة كمة الالم للفنان فرانسيس ديكابية فرانسيس ديكابية عمل اللوحة اللي هي كمة الالم دي طبعا هي لوحة برضو عادية جدا طبعا ابتدأ ان هو يستخدم فيها الايدان دي احنا قلنا قصصات الورق الجراءة كل ما هو غريب كل ما هو غريب انا عندي اللوحة دي عبارة عن اجزاء الوان استخدم كل ما هو غريب عشان يصيغ اللوحة الفنية دي اللي هي زي لوحة كمة الالم اللي هي بتاعة فرانسيس ديكابية طبعا شاهدنا طبعا في مواقف عديدة عبر العصول للفنانين عظماء صنعوا اعمال فنية تضعوا الى السلام وحب الخير ووقوف الحروب كل الحاجات دي ساهدة كل الحاجات دي موجودة اللي هو الاعمال اللي بتخلي بتوضح للخير وحب السلام ووقف الحرب وكان لبعض هذه الاعمال اصاجة ايجابية طبعا على العامة من الناس طبعا لو انا عايزة اوضح حاجة معينة للمتلقي للمتزوق للعامة اوضحها من خلال الفن فانا عندي حاجات كتير قوي ابتدت ان هي توضح لي من خلال الاعمال الفنية عايزة اتكلم عن السلام ممكن اتكلم عن السلام بعمل فني عايزة اتكلم عن وقف الحرب اتكلم عن وقف الحرب من خلال عمل فني اتكلم عن العلاقات المختلفة ما بين الاشخاص ممكن اتكلم عليها من خلال عمل فني اتكلم على موضوع معين من خلال عمل فني ده اللي احنا تعودنا عليه ان الاعمال الفنية بتخطيب لي او بتتكلم لي على موضوع معين بيلمس المشاهد بيلمس الانسان اللي هو بيشوف العمل الفني ده المدرسة الدادية كانت عايزة ان هي يحصل تمرد على كل ما هو سائد عايزة بتخاطب كل ما هو غريب كل ما هو عبسي كل ما هو فوضوي كل ما هو مختلف كل ده كانت بتخطبه المدرسة الرومانسية فمن خلال اللوحة بتاعت قمة الالم بتاعت فرانسيس ديكابية ان هو يوضح لي الكلام ده قمة الالم غير ان طبعا الحرب العالمية الاولى ما بين 1914 ل1918 طبعا الفترة دي ما كانت بتاعت الحرب العالمية الاولى اصابت الفنانين حل من التهكم والسخرية والاستخفاف طبعا بسبب اللي حصل لهم ان هم يشوفوا الموت والحرب والدمار خلتهم في حالة من السخرية والتهاكم والاستخفاف بما يدور في العالم من الضمار الذي تفعله الحرب في كل مكان لان دي كانت حرب ما بين الدول وبعضيها البعض وبهدف طبعا ادخال المكينة والحاجات اللي هي حصلت او ناتجة عن وجود الحرب العالمية الاولى طبعا لذلك كان رد فعل الفنانين بان كل شيء لا يساوي شيء ما كل اللي احنا قلناها ودي كانت الجملة الاساسية بتاعة المدرسة الدادي ان كل شيء لا يساوي شيء وهذا الاحساس كان بمسابة انفقار تلقائي لحالة نفسية شعت بين اغلب فناني اوروبا اللي هي حالة التمرد والاحتجاج اللي هي نتيجة عن الحرب وانتشر طبعا في امريكا وروسيا واليابان الحركة الدادي رغم ازدهارها في البداية في باريس وانتشر طبعا عام 1916 في سويسرا حيث كانت من الدول المحايدة بالنسبة للفنون الدادي طيب نيجي هنا لسمات الفنية للمدرسة الدادي السمات الفنية للمدرسة الدادي اول حاجة عامل فنانية تنتهج المواضيع التي تعبر عن الصراع وقصوة الانسان ضد الفن والحضارة والقيم الانسانية السبتة والاخلاقية القيم الانسانية والسبتة اللي هي القواعد والنظم الكلاسيكية اللي احنا متعودين عليها فكانت هنا بتنتهج ايه بتنتهج ان هنا اعمل ضد كل الكلام ده ضد الفن والحضارة واعبر عن القصوة والصراع الصراعات الموجودة ما بين الناس وبعضيها ما بين الدول وبعضيها الحروب المختلفة كل ده كان بسبب طبعا الحروب واهوالها زي ما قلنا عندي الموت والخراب والدمار وطبعا نتج عنه السخرية والاستهزاء بالانجازات الحضارية والتنديد بالحياة السائدة في ذلك العصر وكان طبعا العبس سمى بارزة في انتاج الددية نحن قلنا العبس والفوضوي العبس والفوضوي اللي هو كل ما هو غريب في سمات المدرسة الددية ده كان بالنسبة للمدرسة الددية نيجي بعد كده المدرسة السريالية المدرسة السريالية مدرسة بتعطر لي عن كل ما هو وراء اللاوعي وراء الأحلام واللامرئيات والحاجات اللي هي في العالم الخيالي كانت بتدور لي في الخيالات وابتدي ان انا اظهر الخيالات دي في عالم واقعي جديد فكانت بتهدف انها تدور لي في اللاوعي اللاوعي الخيال الاحاسيس الخفية بتدي ان هي تظهرها لدي المتلقي الفني او للمتزوق الفني من خلال عمل فني مميز شكله لما برضو لما اشوفه بتعرف انه تبع المدرسة السريالية لانها بتوضح لي حاجة هي مش موجودة غير في الخيالي حاجة مش موجودة ما بيشوفهاش غير في احلامي زي مثلا عندي الصورة اللي موجودة عندي على الشاشة دي الصورة دي هنا عندي مثلا صورة شخص مثلا بيختارقها مثلا حفان بشكل معين طبعا دا مش في الواقع او دا مش الواقع فيها حاجة سريالية في الاحلام والخيال واللواعي واللواقع كل دا كان بتظهره المدرسة السريالية مدرسة السريالية طبعا تعرفها لو جينا اتكلمنا عليها مذهب فني اراد ان يتحلل من وقع الحياة الواقعية اتحلل من الواقع الحياة الواقعية ان هو يبعد عن وقع الحياة الواقعية رغم ان فوق هذا الواقع وقع اخر اقوى فعالية الواقع الاخر اللي هو اقوى فعالية واعظم التسان هو اللاوعي او اللا شعور اللي هو واقع الاحلام والخيالات اللي احنا بنكلم عليه وتسعى الى ادخال علاقات جديدة ومضامين غير مستقام من الواقع التقليدي في الاعمال الفنية العلاقات الجديدة والمضامين دي تستمد طبعا من الاحلام زي ما قلنا سواء طبعا في اليقظة أو المنام اليقظة أو المنام أنا ممكن أجي كده أكون قاعدة مثلا وقاعدة بفكر في موضوع معين والموضوع دوت أبتدي أن أنا بفكر فيه وأنا صحية وأنا متيقظة بفكر في موضوع وأنا نايمة بفكر في الموضوع عندي مثلا أحلام عندي خيالات الأحلام والخيالات دي تبتدي أن هي تتصاغ في صورة عمل فني يظهر لي المتلقي من خلال مضمون معين من خلال موضوع معين يوضح لي الحالة اللي بيبقى عليها الانسان سواء في اليقظة او المنام او حالة اللا وعي او اللاشعور او الخيال طبعا من هواجس عالم الوعي واللاوعي على السواء بحيث تتجسد هذه الاحلام والخواطر والخواجس في اعمال فنية انا بجيب كل الحاجات اللي انا بفطفر فيها سواء في اليقظة او المنام وظهرة في صورة اعمال فنية طبعا عرف عن دقات بانها الاتجاه الاسلوبي الذي استهدى الفنانين باوروبا خلال العشرانيات والتلاتينات 1920-1930 حيث انها لها جزور فدادية والتصوير اللي هو الميتافيزيقي الميتافيزيقي لدى دوشريكو طبعا تهدف الى السريالية الى تمزيق الحدود المألوفة تمزيق الحدود المألوفة اللي هو الواقع المعروف والملموس عن طريق ادخال علاقات جديدة ومستمدة من الاحلام احلام الفنان سواء في اليقظة والمنام هو هو نفس التحريف ولكن ده كان تعريف النقاط وزي ما بينهم كده هو ادخال علاقات جديدة في الاعمال الفنية من خلال الاجزاء اللي هو ايه بيشوفها سواء والحاجات اللي هو بيشوفها او بيتخيلها او بيحس بيها وهو صاحي او وهو نايم طبعا تتجسد هذه الاحلام والخواطر في اعمال فنية طبعا لما بيتم سياغتها في صورة اعمال فنية يرى فيها المتلقي ما يجول داخل عالمه الخاص المتلقي اللي هو المتزوق الفني بيشوف ايه اللي بيحس بيه الفنان وهو متيقظ وهو نايم وتتحول معه الى تجربة طبعا جميلة ممتعة تعيد الى نفسه المشوشة الاحساس بالتوافق مع العالم الخارجي انها بتظهر الجزء اللي هو الداخلي اللي هي بواطن الاشياء اللي موجودة داخل الفنان في صورة عمل فني يبتدي المتزوق او المتلقي يستمتع به ويشوفه ويبتدي يفقر فيه ويشوفه الفنان دا كان بيفقر ازاي كان بي ايه الحاجات اللي كانت بندور في اللوعي عنده في اللواقع في الخيالات بتاعته في احسيسه وعواطفه كل دا كان بيظهر لي في العمال الفنية اللي بتظهر لي من خلال الاحلام اللي بيحس بيها الفنان ويشوفها المتزوق الفني ويستمتع بيها طبعا وهي في شكلها الغريب او احنا بمشوف حلم مثلا نشوف حاجات غريبة نشوف حاجات شكلها مثلا غير مألوف غير واقعي في الحاجات دي لما تظهر للواقع او يبتدي الفنان يصغها ليه الواقع في صورة سريالية وطبعا دا بيسير المتلقي يبتدي ان هو يمتعه يبتدي ان هو يشوف الحاجات دي بشكلها يبتدي يعرف اللي هو المتزوق يبتدي يعرف الفنان بيفقر ازاي او ايه اللي جيه في اللوع لما عمل الامل الفني بتاعه دا بس كده معايا دي برضو لقحة كده عن المدرسة السريالية بتدي توضح لي للمدرسة السريالية من الاعمال الخاصة بالمدرسة السريالية هي لوحة حياة جديدة لوحة حياة جديدة برضو ما اذكر ليش هي لوحة طبع مين برنا عرف برضو ان هي لوحة طبع المدرسة السريالية بشكلها اللي احنا شوفنا دلوقتي ابرز مؤسسي السريالية ابرز مؤسسي السريالية عندي ثلاثة هنتكلم عليهم انتريا بريتون انتريا بريتون وعندي سلفدور ديلي وعندي اخوان ميرو ثلاثة فنانين دول هنتكلم عليهم في المدرسة السريالية بنسبة لانتريا بريتون اول حاجة كان رأى طبعا السريالية الذي رسخ تحرر الصور والطاقة في اللواعي الصور والطاقة في اللواعي يعني الحركة يعني الطاقة في اللوعي للحركة باعتبارها طبعا الاتمام الاول للحركة ومن اعماله لوحة فوق الحياة هنشوف لوحة فوق الحياة دي دلوقتي هي لوحة بتعبر لي عن البعد التالت او بتعبر لي احنا بنشوف كتير او من اللوحات دي دلوقتي ونقول ايه ده دي لوحة سريدي دي لوحة مجسمة تيجي مثلا زي مثلا لوحة فوق الحياة دي جايب لي مثلا سجادة فيها مثلا تفاصيل معينة فيها حياة معينة فيها وقع معين فيها حركة معينة فتلاقي مثلا حد يجي من الواقع بقى اللي احنا موجودين فيه كأنه مثلا لو في حد مثلا شخصية في الرسمة أو الحاجة اللي ظهرتلي في 3D تلاقي الشخص التاني بيكلمها كأنه بيكلمها بيظهر لي واقع بيظهر لي كأن في حياة في عمل فني ظهر لي بطيدي ان انا اوضحه من خلال الصورة دي فانا عندي لوحة فوق الحياة بصو كده معايا طبعا كان فيها طيرين رأسيين هو التيار البلاغي والتجريدي لكن كلا الاتجاهين استخدم المؤسرات العارضة والميكانيكية اللي فيها حركة وتجاهلة طبعا الأعرف الأخلاقية والجمالية وذلك وصولا إلى وقعية جديدة مستقلة بزيتها نبص على لوحة فوق الحياة فوق الحياة هي لوحة كده عبارة عن فيها هنا برضو سجادة وفي هنا مثلا شخصية وكأن هنا فيه تخاطب يعني هنا بيوضح لي تفاصيل فيها حركة فيها ديناميكية في الموضوع علشان يوضح لي العمل الفني دوت الفنان الثاني سلفدور دالي ولكن أنا حلقتي للأسف خلصت النهاردة إن شاء الله الحلقة اللي جاية نتكلم على الفنان سلفدور دالي بالنسبة للمدرسة السريالية مع زرطة نريد نوضح الفنان سلفدور دالي وإخوان ميرو وطبعا إحنا تكلمنا على أنتريا بريتون النهاردة نكمل باقي الرواد ونعرف السمات الخاصة بالمدرسة السريالية وما تنسوش تعريف المدرسة السريالية مدرس السريالية من المدارس الكثير قوي بيميل لها من الفنانين في العصر الحديث وابتد أن هم بيحبوا ما وراء الواقع اللي هو في اللوعي أو ما في الأحلام وابتد أن هم يظهروا بشكل واقعي فهي المدرسة السريالية من المدارس برضو المميزة جدا اللي هي بتوضح لي كثير من الأعمال اللي بتخلي المتلقي أو المتزوق زي ما بيقولوا كده في حيرة من أمره هو الفنان ده كان بيفكر زي في اللوعي هو الفنان ده كان بيفكر زي في اليقظة والمنام وابتد أنه هو يوضح لي الأحلام اللي بيحس بيها اللواقع اللي بيحس بيه الحاجات كلها اللي هو بيتأثر بيها الفنان وابتد النهاية بحيث أنه هو المتلقي يستمتع به العمال الفنية دي وتظهر له بشكل كويس يستمتع به المرة اللي جاء إن شاء الله نتكلم على الرائد الثاني اللي هو أسلفادور ديلي بإذن الله ونكلم على أخوان ميرو وبتدي أننا نعرف باقي الأجزاء الخاصة بي المدرسة السريالية اجتهدوا فلكل مجتهد نصيب وهذا وعد ربي أن الله يجزي المحسين لنا أحسن وليضيع عشر من أحسن عمله تحيتي لكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله